بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحياة بلا طموح ولا أهداف حياة فارغة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض أوصاف الجنة للصحابة قال في آخر الحديث قال وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَاسْأَلُوهُ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةُ وَأَعْلَى الْجَنَّةُ لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم إسألوا الجنة إنما قال ماذا؟ إسألوا الله الفردوس لماذا؟ لأنها أعلى الجنة وأوسط الجنة يربيهم على علو الهمة والطموح في كبار الأمور والأهداف النبيلة والغايات العظيمة وهذا هي تربية الإسلام للمؤمن أن يحيا بالطموح ويحقق النجاح في حياته في جميع مجالاته لأنه كما جاء في معجم الطبراني والحديث صحها والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها ويكره سفسافها فالله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يحقق معالي الأمور كبار الأمور الغايات العظيمة ويسعى لها بالنجاح ولا ينشغل بالتوافه ولا ينشغل بسافاس في الأمور ويعيش ويحي حياته على الطموح والبذل والجد والاجتهاد حتى لو مع المشاق حتى يحقق النجاح كما قال الشاعر ولولا المشقة لساد الناس كلهم الفقر الجود يفقر والإقدام قتال لولا المشقة لساد الناس كلهم فالمشقة حاصلة حاصلة لكن العظماء الناجحين أصحاب الطموح هم الذين يتخطون هذه المشقات ويكونون عظماء وأسياد في حياتهم وفي مشاوير حياتهم في جميع المجالات فنسأل الله أن يجعلنا من الناجحين وأن يرزقنا الطموح الكبير ويعفو عنا وتقبل منها